لو عاد الزمن بالبريطانيين إلى ما قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي فلربما تكون نتيجة الاستفتاء مغايرة لما كان ولذلك مؤشرات عديدة فحكومة تريزا ماي دخلت في دوامة لا تعرف سبيلا للخروج منها بعد أن رفض المجلس العموم مرتين مقترح اتفاق عقدته ماي مع الاتحاد لإعلان فراق مع لندن كذلك فإن مئات الآلاف من البريطانيين عادوا للتظاهر وسط العاصمة معلنين رفضهم مقترح ماي للخروج من الاتحاد ومطالبين باستفتاء جديد يعيد النظر في نتائج الاستفتاء السابق نهيك عن أن عدد الموقعين على عريضة إلى مجلس العموم تطالب الحكومة البريطانية بالتراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي بلغ أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون بريطاني في معدل عد الأعلى في تاريخ جمع التواقع أمام مجلس العموم استطلاعات للرأي كذلك كشفت عن عمق الأزمة التي تعانيها بريطانيا جراء بريكسيت إذ أظهرت نتائج استطلاع حديثة للرأي أن 90% من البريطانيين يرغبون بالتفكير في خيارات أخرى بدلا من اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي خيارات تتضمن التوجه إلى انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء جديد وبينما تعجز حكومة ماي عن التوصيل لاتفاق مع مجلس العموم يبدد حالة الشك السائدة فإن فاتورة الثمن السياسي والاقتصادي جراء ذلك ربما ستطيح بماي وحكومتها بعد تقارير عن تراجع في سوق العقارات ببعض المدن البريطانية بنسبة 25% وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وتراجع النمو الاقتصادي في البلاد في المحصلة فإن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل حكومة تيريزا ماي تمشي على غير هدى في مدينة الضباب بينما تتقاذفها الأزمات المتلاحقة وتنذر باستدام سياسي واقتصادي وشيك ترجمة نانسي قنقر